السلام عليكم كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صلى عن نبي اللهم صلى وسلم عليك نبي مقطعنا اليوم عن التحديث الجديد 31.30 جايب لكم جميع الأخبار والتسريبات والجوائز المجانية بالإضافة إلى بعض التعاونات القادمة وحدث نهاية الموسم والحدث المصغر فقبل ما نبدأ المقطع أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكشتو اكشتو واهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلاي خلاني بدأ بالتفاصيل في البداية كلينا نذكركم بحجمة تحديث حجمة تحديث لكثير من المنصات 10 جايبا في نقطة مهمة دائماً أوضح لكم إياها دائماً بعد كل تحديث أول ما تشغل اللعبة بعضها لاحيان يصير معاك تعليقات أو ما تشتغل معاك اللعبة أو أي مشكلة لا تتضايق من هذا الموضوع لأنه دائماً بعد كل تحديث يصير المشاكل هذه الصغيرة فحاول أنت تنتظر ساعة ساعتين تطفي اللعبة وتشغلها فيرجع معاك كل شي طبيعي أما الأشخاص اللي يجيهم التحديث حجمه مرة كبير بعضهم يجيهم 50 جيجا 60 جيجا فكل اللي عليك أنك تسوي أنك تطفي اللعبة تطفي الجهاز اللي عندك وترجع تشغله وتشغل جهاز النيت من جديد وترجع تنزل التحديث حينزل معاك بالحجم الطبيعي تمام؟ طيب خلينا الآن نبدأ بالأخبار أول شي عندنا الخريطة سار فيها بعض التغيرات الجديدة الآن أوضح لكم إياها عندنا أول شي الخبر الأول اللي هو جزيرة دوم بعد كده ما حتظهر معانا نهائيا الآن سار عدد ظهورها صفر في المية ممكن بعد كده حتظهر وممكن لا خلاص حتختفي تمام؟ رغم أنه في ملفات اللعبة أن الجزيرة هذه المفروض أنها تغادر يوم 5 أكتوبر لكن فورتنايت سوت بعض التغيرات ما نعرف إيش السبب طيب خلينا نديكم الأخبار الثانية عندنا الحدث المصغر الآن إذا نزلت اللعبة حتحصل العدد التنازلي ظاهر أمامك تمام؟ خلينا أبين لكم الموقع عشان تعرفوا مكانه في ملفات اللعبة ظهرت بعض الملفات الشيء المشفرة الخاصة بالحدث المصغر اللي هي الرقم 143 تمام؟ في عندنا موقع الحدث حيكون في هذا المكان يعني إذا نزلت في هذا المكان حتحصل العدد التنازلي أما بالنسبة للتغيرات الجديدة عندنا المنطقة هذه قلت جفت المياه منها بالكامل مع السر فيها مويا نهائيا تمام؟ بالإضافة في عندنا الأنهار القريبة من هذه البحيرة حتجف كمان احتمال إنك إنت لو دخلت اللعبة الآن حتحصل المويا موجودة لكن حتجف المويا تدريجيا مع الأيام واحتمال أول ما تشغل اللعبة حتحصل المويا جافة في مقطع صغيرة أتضح لكم إياه كتسريب على المناطق الجديدة اللي حتجف فيها المياه ركزوا معي تمام شوفوا لاحظوا هذا يحتمال إنك إذا إنت دخلت اللعبة تحصل النهر موجود لكن مع الأيام حيجف نفس النظام هذا حيصير الحدث في هذا المكان قريب من هذا المكان لكن هذا المكان يعني إذا فورتنايس سوت الحركة هذه النهر جفت المياه أكيد حيكون له دخل في الحدث طيب بعض الملفات اللي فكوا بعضها التشفيرات عنها ظهرت هذه النقاط وهذه المنارات إن كانت تذكروا قبل كده في موسم مارفل هذه المنارات هي اللي جلبت إلى الماب اللي هي جزيرة ستارك إن كانت تذكرها قبل كده تمام الآن في ملفات اللعبة ظهرت هذه بس بعض الملفات المشفرة ظهرت هذه المنارات في احتمال إنها حتظهر معانا منطقة جديدة في موقع الحدث وإحتمال تاني على حسب التسريبات إنها حتظهر معانا بعد كده نقطة الصفر لأنه في الحدث المصغر على حسب الملفات إنها ذكروا نقطة الصفر في احتمال ستظهر تاني مرة هيبين معانا في الأيام القادمة هيكون موعد الحدث تقريبا بعد أربع أيام يعني تقريبا يوم أربعة أو خمسة أكتوبر طيب يقول لك حرك للحدث المباشر سيتم تدمير برج دوم في الحدث وستكون هناك مهمة متاحة بعد الحدث تطلب مننا التحقق في أنقاذ البرج أنقاذ البرج يعني الدمار حق البرج هيطلبوا مننا في تحدي أننا نبحث عن أشياء في الأنقاذ هذه تمام طيب اللي إحنا ما عارفينه أنه هذا الحرق خاص بالحدث المصغر أو خاص بالحدث الأخير لأنه إنتوا عارفين نهاية الشابتر حيكون في عندنا حدث كبير اللي هو نهاية الشابتر لأنه بعد كده حيظهر معانا اللي هو الموسم اللي هو أو جي للشابتر تو خريطة الشابتر تو هتستمر معانا مدة شهر أو شهر ونص بعد كده حيبدأ معانا الشابتر السادس وحيكون معانا ماب جديد فهمتوا كيف؟ طيب أنتوا عارفين أنه صارت مشكلة في خوادم باليستيشن وكثير منكم حصلت معاه هذا الشيء من الساعة يعني تقريبا حد ستة أو سبعة ساعات دامت هذه المشكلة تمام؟ فالآن اتصلحت المشكلة فالآن تقدروا تشغلوا اللعبة طبيعية حتى أنا شغلت اللعبة طبيعية تمام؟ اتصلحت المشكلة من نفسها بعد كده عندنا هذه الصورة التشويقية للهيلوين القادم عام 2024 في هذه الصورة بيّن معنا بعض التعاونات القادمة وبعض الإسكينات الجديدة حبيّن لكم كامل التفاصيل ركّزوا معايا تمام؟ عندنا أول شيء اللي هو مرشاميلو حيكون فيه عندنا السايل الجديد اللي هو بطابع الهيلوين لكن ما إحنا عارفين أنه حنحصل عليه مجانا أو حينزل كسكين جديد الشيء الثاني عندنا هذا الإسكين كمان عندنا تعاون فورتنايت أو ساو الآن أتأكد مية في المية وحيظهر معنا هذا الإسكين في مجر العناصر بعد كده عندنا إسكين اليقطين الجديد وفيه عندنا هذا إسكين جديد حيظهر معنا في مجر العناصر طيب فيه عندنا هذا التعاون التاني اللي سار مع هذه الحزمة اللي هي ملكة اليقطين إن كانت تذكروا في الموسم السابق ذكر مع ظهر معنا اللي هو الإسكين اللي في اليسار الآن في هذا الموسم حيظهر معنا سكننا البنت اللي هي السالي حتظهر في مجر العناصر كحزمة تشمل السكنين واحتمال إنه حيكون فيه إنه نقدر نشتري سكن لوحده ونشتري الحزمة بالكامل عندنا هذا كمان تعاون جديد بين فورتنايت وفيلم رعب وحيظهر منه هذا السكن طيب عندنا كمان تعاون فورتنايت ومارفل وحيظهر اللي هو سكن يقول لك شيطان مارفل مغيستو هذا السكن حيظهر مية في المية ونزل له ملفات كثيرة في ملفات اللعبة هيكون له حزمة وحيكون تقريبا نفس الشكل هذا طيب ونزل معاه بعض النصوص الجديدة اللي تشمل هذا السكن ركزوا معايا تمام لكن صراحة إلى الآن مو إحنا معارفين إيش نظامه يقول لك آلية مغيستو حيتتضحي بالصحة للحصول على مزايا هدية مغيستو ضحي بعشرين نقطة صحة واحصل على سلاح عشوائي تباهي مغيستو ضحي بأربعين نقطة صحة واحصل على تعزيز بعد كده عندنا صفقة مغيستو ضحي بتسعة وتسعين نقطة صحة واعد إنعاش فريقك بالكامل هذا احتمال حيظهر معنا بعد ما تظهر معنا الحزمة أو بعد الحدث تمام؟ هذه النصوص نزلت في ملفات اللعبة تخص هذا للحزمة لكن ما إحنا عارفين إيش نظامه حيكون فيه يعني تحديات أو إنها هذه كتعزيزات جديدة حتظهر معنا في الماب إلى الآن غير معروفة هذه جميع التعاونات جمعت لكم إياها في صورة واحدة عندك أول شيء على تعاون فورتنايت ومارفل اللي هو شيطان مارفل مغيستو في عندنا التعاون الثاني مع سلسلة أفلام ساو الشيء الثاني اللي هو ملك اليقطين وحتظهر منه الإسكين البنت سالي بعد كده تعاون فورتنايت وفيلم الرعب الجديد طيب عندنا هذا الإستايل الأشخاص اللي معاهم الإسكين هذا هيحصلوا على الإستايل إضافي جديد صراحة ما في تغيرات كثيرة التغير الوحيد اللي هو اللي فوق راسها اللون بس ما في تغيرات كثيرة الشيء الثاني والشيء الحلو صراحة اللي هو سكين أمل سكين أمل اللي اشترى من مجر العناصر الآن يحصل على الإستايل الدهبي الظاهر أمامكم لما تشغل اللعبة معاك الإسكين ستحصل على الإستايل الدهبي ما لاحظتوا في نقطة مهمة في الأشياء هذه موضوع الإسكينات صارت فورتنايت مو زي زمان زمان كانت كل تحديد إظهر لنا إستايل جديد ناخده مجانا أشياء جديدة الآن فورتنايت غيرت النظام هذا صارت الإستايلات الجديدة تنزلها كإسكينات جديدة في مجر العناصر مو مثل أول أول كنا نحصل على إستايلات أي سكين يكون موجود معنا إظهر له إستايل جديد إستايل جديد نحصل عليه مجانا الآن لا أي السايل جديد ينزلوه في حزمة في مجر العناصر يقول لك يا تشتري الحزمة يا لا طيب بعد كده في عندنا اللي هو انطلاقة الحجد سيظهر معنا في الأيام القادمة وحيكون في تحديات وجوائز مجانية الجوائز عبارة عن أكسلون وبخاخز أشياء زي كده إن شاء الله أول ما حتنزل التحديات حسوي لكم شرح كامل للتحديات بعد كده سيظهر معنا دجاج الزومبي في الماب في الهلوين وحيظهر معنا كمان السلاح الجديد اللي هو الشتقن الخشبي حطوا ببالكم شي واحد بعد كده من الآن والأيام القادمة إلى يوم 11 أو 15 أكتوبر حيكون عندنا في مجر العناصر سيكون عندنا في مجر العناصر سيكون عندنا دائما تنزل حقا خاصة بالهلوين تمام؟ يوم 11 أو 15 حيكون في عندنا تحديث الهلوين الخاص اللي حيصير فيه تغيرات كبيرة في الماب بعد كده عندنا السيارة هذه النسان ستظهر في روكت ليك والأشخاص اللي ستكون موجودة معهم في روكت ليك يقدروا يحصلوا عليها في فورتنايت مجانا لكن إلى الآن مو معروف أنها ستظهر في مجر العناصر في فورتنايت أو لا هي أكيد ستظهر بس ما إحنا عارفين الموعد المحدد وعندنا هذه السيارة كمان ستنزل في مجر العناصر طيب عندنا هذه الحزمة جديدة وهذه حزمة ثانية وهذه حزمة كمان لو لاحظتم أن الاسكين هذا قديم لكن سأولوا ستايل جديد ونزلوك اسكين جديد إن شاء الله جميع الاسكينات الجديدة بالإضافة إلى الاسكينات القادمة سأسوي لكم مقطع كل ما تتمناه قادم وعرض لكم كامل الاسكينات الجديدة كعرض كامل للحزمات بالإضافة إلى الاسكينات القادمة في عندنا بعض الملفات المشفرة أبين لكم ياها الآن في عندنا هذه حزمة التي هي رفع المستوى الجديد ستظهر معنا يوم 2 أو 3 أكتوبر هذه الحزمة أنا وضحتها قبل كذا إذا أنت اشتريت الحزمة قيمتها 1200 في بوكس تعطيك 28 لفل بالإضافة إلى تحصل على اسكين لو ستايلين وآكس وحقيبة الظهر عندنا في الملفات المخفية الموجودة في ملفات اللعبة هيظهر مننا الاسكينات القديمة الخاصة بالهلوين حتظهر بالتدريج الأشخاص اللي يسألوني دائما في التعليقات يا سياد حيرجع سكيلتون حيرجع بنت الزومبي إلى الآن غير معروف ملفاتها إلى الآن مخفية في ملفات اللعبة بعد كده في عندنا تعاون فورتنايت واسكين المشاهير الجديد اللي هو لعب كرة السلة هذا الاسكين حيظهر معنا يوم 4 أو 5 أكتوبر احتمال 80 أو 90% حيصير عليه بطولة لأنه دائما اسكينات المشاهير أول شيء يصير عليه بطولة بعد كده حينزل في متجر العناصر تمام طيب هذا الاسكين حيكون له اثنين استيلات ولو اثنين ركسات واثنين آكسات وفي له حقيبة ظهر بعد كده نزلت الأشياء الخاصة في الطورة الإبداعي اللي هي الأشياء الظاهرة أمامكم بس اللي تخص اللي هي سلاحف النينجا ظهرت أشياء كثيرة يعني الأشخاص اللي بيسووا تصميمات أو أشياء كثيرة تخص الخاصة بالطورة الإبداعي فهذه المجسمات هتكون موجودة معاكم من الآن بعد كده عندنا ظهرت معنا شاشة التحميل الجديدة الخاصة بالليغو ممكن حيكون عليها تحديات إلى الآن غير معروف عندنا طورة الإعادة هتظهر بعض الأشياء في طورة الإعادة جديدة هذا الطورة الإعادة ظهرت أشياء مشفرة كثيرة في ملفات اللعبة زي ما أنتو شايفين هذه كل الملفات المشفرة خاصة بطور الإعادة هتظهر في الأيام المقبلة أشياء كثيرة لكن إلى الآن غير معروفة أو أنها هتظهر معنا في بعض الأسلحة الجديدة أو بعض التغيرات في الماب هذه جميع الملفات المشفرة قبل ما أكتم المقطع في نقطة مهمة أبوضح لكم إياها أضافوا معنا ميزة جديدة اللي هي ميزة وضع السكون لما تكون أنت في اللوبي أنت وأصحابك في اللوبي أنت وأصحابك مثلاً فريق أو أنت تكون لوحدك حتى لو كنت لوحدك إذا أنت سبت اللعبة المدة 15 دقيقة تدخل لعبة فورتنايت في وضع السكون تظهر لك كده شاشة سودة ومكتوب عليها وضع السكون نفس النظام هذا فيوقف معاك اللي هي الدردشة الصوتية وتوقف معاك كل شي فترجع تضغط X حيرجع يشتغل معاك طبيعي هذه ميزة جديدة أضافوها احتمال بس علشان يكون ما يكون عندك تحميل جامد في لعبة فورتنايت أو أنك إذا أنت سبت اللعبة الدردشة الصوتية تقفل أفضل يعني كسرية لنفسك هذه الأشياء أضافوها الآن جديدة لكن وضع السكون هذا أنت تقدر تتحكم فيه في الإعدادات تقدر تخليه بعد 15 دقيقة أو أكثر أو أقل فهمتوا كيف؟ طيب هذا كل شي كان عن التحديث الجديد 31.30 حطوا ببالكم شي واحد أنه فيه كثير ملفات مشفرة نزلت في ملفات اللعبة وحينفك التشفير عنها تدريجيا أي أشياء حينفك التشفير عنها حظهر لكم إياها في كامل التواصل اللي ما أضافني على التواصل يحاول يضيفني فيه رابط أسفل كل مقطع مكتوب عليه تواصل مع الصياد ضيفني بالطريقة اللي تعجبك وإذا فيه أخبار كثيرة راح سوي لها مقطع خاص لوحدها كده وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الأيتم شوب اكش تو اكش تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله نتقابل مقطع آخر وفامان الله اشترك في القناة اشترك في القناة